بعد يوم من عملية جسر كيرتش، يشتد القصف الروسي على مواقع في أوكرانيا، من أبرزها مدينة زابوريجيا الواقعة جنوب شرقي البلاد. قصف ليلي عنيف على المدينة أسفر عن سقوط عشرات القتلى والجرحى حسب السلطات المحلية وتدمير عدد من المباني السكنية. الضربات نفذتها مقاتلات روسية، وتبعد المدينة نحو مائة وخمسة وعشرين كيلو متراً عن محطة زابوريجيا للطاقة النووية التي تسيطر عليها روسيا، وضمتها عقب الاستفتاءات التي أجريت في أربع مناطق أوكرانية. وعاد عن زابوريجيا تشهد مدينة بخموت شقي البلاد إتالاً عنيفاً بين الطرفين، أمر أكده الرئيس فلاديمير زيلينسكي مجدداً ما طالبه للدول الغربية بالإسراع في إرسال مزيد من الدعم العسكري للدفاع عن المدينة ذات الأهمية الاستراتيجية، بسبب وقوعها على طريق رئيسي يؤدي إلى مدينتي سلافيانسك وكراماتورسك في إقليم دونباس. جبهة خيرسون أيضاً مشتعلة، واجهات بين القوات الروسية ونظيرتها الأوكرانية التي تحاول التقدم في المنطقة، لكنها فشلت في ذلك حتى الآن بسبب اصطدامها بالدفاعات الروسية حسب ما نقلت وسائل إعلام عن مسؤولين محليين في المنطقة. هذه التطورات الميدانية تتزامن مع إجراءات تتخذها موسكو لتأمين جسر القرم الحيوي بعد يوم من تفجيره بشاحنة مفخخة. الرئيس فلاديمير بوتين أمر بتشديد الإجراءات الأمنية للجسر وتكليف جهاز أمن الدولة بمهمة حمايته. خاصة مع إعلان السلطات الروسية عودة حركة مرور السيارات على جسر كيرتش والانتهاء من كل الترتيبات المتعلقة باستئناف حركة القطارات. ترجمة نانسي قنقر